في العصر الرقمي الحالي تعتبر الإعلانات المدفوعة والتسويق بالمحتوى من أهم وسائل الترويج والتسويق عبر الإنترنت ومع ذلك فإنه من المهم المقارنة بينهما وتحديد الفوائد والعيوب لكل منهما والاختيار الأمثلي لكل حالة من خلال تحليل الأرقام والبيانات يمكننا التوصل إلى نقاط قوة كل منهما ونقاط ضعفهما وبالتالي نتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية استخدامهما بشكل فعال الإعلانات المدفوعة وهي أسلوب ترويج يتم عن طريق دفع رسوم للحصول على مساحة إعلانية على منصات مثل محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي من بين مزايا الإعلانات المدفوعة ذكر الوصول السريع للجمهور المستهدف زيادة الوعي بالعلامة التجارية توفر نتائج قابلة للقياس القدرة على تحليل البيانات ما يسمح بتحسين الحملات الترويجية العيوب ارتفاع التكاليف قلة التفاعل تنافسية السوق قدرة المستهلك على تجاوزها أو تجاهلها بسهولة التسويق بالمحتوى هو استراتيجية ترويجية تهدف إلى إنشاء ونشر محتوى قيم ومفيد يستهدف المستهلكين المميزات بناء علاقة قوية مع الجمهور المستهدف تعزيز الثقة بين العلامة التجارية والمستهلك تعزيز مكانة العلامة التجارية كمصدر للمعلومات الموثوقة والخبرة استراتيجية مستدامة حيث يمكن للشركات الاستفادة من المحتوى المنشور لفترة طويلة وتحقيق نتائج طويلة الأمد العيوب يتطلب جهوداً مستمرة لإنتاج محتوى جيد وجذب يأخذ وقت حتى تظهر نتائج فعالة للاختيار الأمثل بين الإعلانات المدفوعة والتسويق بالمحتوى يجب أخذ العديد من العوامل في الاعتبار تحديد أهداف التسويق تحديد الجمهور المستهدف تحديد الميزانية المتاحة إذا كان الهدف هو الوصول السريع وزيادة الوعي الفوري بالعلامة التجارية إذن الإعلانات المدفوعة الخيار الأفضل وإذا كان الهدف هو بناء علاقة طويلة الأمد مع الجمهور وتقديم محتوى قيم يتفاعل معه المستهلك فإن التسويق بالمحتوى هو الخيار الأفضل ما ننصحك به في النهاية هو تحليل الحالة الفردية لمشروعك واحتياجات العمل لاتخاذ القرار الأمثل وقد يكون الجمع بين الإعلانات المدفوعة والتسويق بالمحتوى استراتيجية متكاملة للوصول إلى الجمهور وتحقيق النجاح